مصر الخير إلى وسيط لكنه حدد خط الطففات عند عامل الوقت الضاغط وهذه الضرورة لا تعني من أجل سد الفراغ أن نملأ الفراغ بأي كان فصل نصر الله مواصفات للرئيس على مقاس عهد ميشيل عون وقال لا لرئيس جمهورية يخون ويتآمر على المقاومة وفي الوقت نفسه لا نريد رئيسا يغطي ويحمي المقاومة التي ليست بحاجة إلى غطاء ونحن نتكلم عن مصير بلد للسنوات الست المقبلة وما بعدها وما يتخللها من عناصر قوة أهم عناصرها موقع الرئاسة وما يعنيه من حماية أمن لبنان القومي وإذا كنا نريد استخراج الغاز والنفط ويكون لبنان عصيا على الفوضى وعلى الحرب الأهلية يجب أن نبحث عن هذا الرئيس عرفت شو بدنا قال نصر الله كلمته وترك اللبنانيين حائرين بين نور عينتين جبران وسليمان فهل يعيد التاريخ نفسه وهل يكرر نصر الله سيناريو عون باسيل مع سليمان وجبران على قاعدة رئيس تيار أصيل ورئيس جمهورية وكيل وماذا لو وقعت القرعة الرئاسية على فرنجية فهل في استطاعة رئيس تيار المردة أن يتحمل شروط رئيس الظل ومطالبه بالهيمنة على مفاصل القرارات والتعينات والدخول في مناقصات المكاسب والمحاصصة على قاعدة أنا أو لا أحد قدم نصر الله رسما تشبيهيا للرئيس لتسمع باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط التي وصفت حزب الله باللعنة التي يجب التخلص منها فانهالت عليها اللعنات من الحصار إلى الانهيار وأقصى تلك اللعنات كانت لثورة السابع عشر من تشرين عام 2019 وفي معرض الدفاع عن منظومة الفساد رد الانتفاضة إلى مطلب أمريكي بإحداث الفوضى لتقويد الدولة فوصف نصر الله موقف الحزب بالشجاع للتشكيك في خلفية الحراك لكن الرأي قبل شجاعة الشجعان فمن ملأ شوارع تشرين كان شعبا خرج طالبا للإصلاح في دولة نخرها الفساد والمفسدون ولعب فيها حزب الله دور محام الشياطين السياسية مئات آلاف اللبنانيين انتفضوا على حكم أدارته عصابات فخرج الناس إلى الشوارع من رحم الجوع والفقر والبطالة وسوء الإدارة وانهيار الدولة والمؤسسات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مرورا بالعاصمة بيروت تكاتفوا في سلسلة بشرية أوجعت السلطة ورموزها وبينهم بيئة الحزب والثنائي وكلنا يتذكر كيف أدرمت النيران الغاضبة أو أدرمت من المشرفي إلى الغبير ومن مخايل فطريق المطار فكان الحل لإخماد النيران في البيئة الشيعية هو عبر استحضار تهمة العمالة لاستفارات وإلباسها للثورة ومحاسبتها على تمويل بقيمة منقوشة زعتر نصر الله الذي فوض الشيطان الأكبر على النفط والغاز كان لاتهامات لشعب جاع فانتفض بشعار كل يعني كل واتهمه بالعمالة للخارج وهو سيد العارفين من ركب على أكتاف الثورة وحرفها عن مسارها حتى القضاء عليها بكل أنواع البلطجة وحزب الله يعلم أن لبنان ساحة مستباحة لكل أنواع السفارات من حكم المتصرفين إلى حكم القناصر والمندوبين الساميين وصولا إلى الانقسام والولاء لمحاور إقليمية ودولية والحزب واحد منهم عقيدة ومعتقدا للولي الفقيه والمحور الإيراني هو ليس دفاعا عن دور الإدارة الأمريكية المتعاقبة في إطلاق مشروع الفوضى البناء في الدول العربية أكثر مما هو دفاع عن حق شعب ثار على الظلم والفساد ذات تشريد وكان الإعلام ظاهر الدفاع الأول لهذه الثورة وليس أدل على تدخل السفارات إلا الأشواط التي قطعتها السفيرة الفرنسية بين قصر الصنوبر وحر تحريك ورد حزب الله الزيارة بتلبية رئيس كتلته النيابية محمد رعد لاستدعاء الرئيس الفرنسي إمانيال ماكرون إلى قصر الصنوبر ذات اجتماع مع الأطراف اللبنانيين الذين أثبتوا قصورهم بكامل أطيافهم وارتباطاتهم بالخارج حتى عن الحوار فيما بينهم لانتخاب رئيسا للجمهورية وها هو أحد العينتين جبران باسيل غادر قطر عائدا إلى لبنان ليتابع عن قرب الماتش الرئاسي المقبل في مونديال مجلس النواب